النهاردة كان فيه لقاء الأساطير في تحت سفح الهرم ودي قدرات مصر ودي إمكانات مصر بقى في التسويق السياحي غير موجود في أي حتة في العالم إنك تلعب كرة في أرض الحضارات في تحت سفح الهرم مباراة بين فريق انفنتينو رئيس الاتحاد الدولي وفريق أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي والاتنين لبسوا شرطه وفنين لو نزلوا ولعبوا في تحت سفح الأهرمات كان فريق أحمد أحمد معه أحمد حسن ومصطفى حجي والحج ديوف وفلافيو دول لتنين الكابتنين بقى أحمد أحمد بالأبيض وإنفنتينو بالأزرق والتنين نمر عشرة ده في غياب الكابتن الخطيب نمر عشرة خد الفنين لإنفنتين والحج ديوف وأمدوا فلافيو نجمي الأهل الأنجولي الكبير ووقع الجمعة وكانوا خليله فديجة ورابح مجر ده فريق أحمد أحمد اللي فاز على فريق انفنتينو أربعة ثلاثة كان انفنتينو معاه أحمد حسن ميديو وكافو وكوشا وجيرمي وكلوشا وسيزار الحقيقة كانت مباراة استعراضية مش أكتر هو دي هي دي الرياضة هو ده الجمال بتاعها إنك أنت حتى بعد ما تبطل يمديلك لحظة تستمتع بمضيك وتستمتع بحاضرك وتستمتع بذكرياتك وتقابل ناس شوفي السحر شوفي المكان أنا شفت حديث لأرسن فينجر بيتحدث عن بمهار مبسوط جدا وبيقول لك إيه الجمال ده وإيه التاريخ ده إيه المكان ده وإيه التاريخ ده وإيه المعنى ده وإيه يعني الحقيقة والله مصر عندها قدرات للترويج السياحي مش غير موجودة غير موجودة مش ممكن أنا عايز الفن بس كده يدعو الناس تعالوا والله إن شاء الله يعني نشوف نزل اللون كل الصعبات لو بتدت الأفلاق تتصور في مصر زي زمان لا مصر محتاجة كده محتاجة العالم يشوفها وهي بتتطور مصر بتتطور صحيح شون كده الواحد قلبه يعني بيأكلوا على الناس اللي غيرانة من مصر وعايزة تفرملها كل ما ناخد الخطوات برضو فيه ناس باستكتار عليك إن اكتناد إحنا بننهض بقوتنا أستاذ إبراهيم صحيح شبونا في حالنا صحيح ومصر دي هتبهر للعالم والله إن شاء الله بكرة حفل اختيار الأفضل في الغرداء زي ما قلت لحضراتكم فيه منافسة كبيرة جدا طبعا جايزة الأفضل في أفريقيا جايزة فيها آآ منافسة شديدة جدا صحيح إن فيه تسريبات كتيرة إنه قد يكون السنغالي سادي ومانيق الأقرب للقب لكن فيه منافسة سلسية له مع محمد صلاح نجمين الكبير العالمي ونجمين ليفربول وأيضا السنغالي أو الجزائر الرياض محرز نجم منشستر سيتيو للحياة محرز وصلاح وسادي ومانيق كل واحد فيهم عنده الحيثيات اللي تخليها الأفضل يعني أي حد فيهم هياخد الجايزة طبعا كلنا أمل ودعاء ورغبة إنه محمد صلاح يتوق بيها للعام التاني لكن فرص محرز في وجهة نظري أقل من صلاح ومانيق لكنه بيشفعله إنه خاد كسر الأمم مع الجزائر ما أنت برضو وهو مانيق يمكن حيستفيد من دي لو حصل إنه أفضلية عن صلاح سنة إنه لعب فاينة لا تأثيره مع منتخبه مع منتخبه تأثيره مع منتخبه وخلينا فاكرين أنت مش بنتكلم على قيمة اللعب بشكل إجمالي لا أداءه في 2019 يعني ما هيش مطلقة صلاح طبعا لغاية دلوقتي ما تأكدش سألي بالك صلاح عطلت شواء الإصابة اللي حصلت الإصابة لكن لكن موجود بقوة والله يمكن في أي لحظة تبص تلاقي الليلة غير التسرير ما هو إيك والفود بين صلاح وسادي وماني يعني إنجازاتهم في الليفربول طبعا واحد حتى هداف الدوري الإنجليزي اللي اتنموا شاركين إنما الجزائية الأفضلية نسبية لمانيه مع منتخب السنغال في 2019 لأنه لعب معه فينال طبعا يكون دي نقطة تراجع حرشوية وكان مؤثر معه واحنا ما وفقش المنتخب بتاعنا داخل القرى فيه منافسة بين ثلاث لعيبة طرق حامد لعب الزمالك يوسف البليلي الجزائري ولعب التراجع التونسي إلا حتى الآن مش مؤكد حضوره لأنه بكرة كمان عنده فرقته الهلال السعودي عندها مباراة مهمة مع الهلال الساعة سبعة ونص والثالث معهم التونسي أنيس بدري لعب التراجع يعني لعب التراجع أنيس بدري يمكن علشان التراجع خاد دور الأبطال يوسف البليلي الجزائر خادت كاس الأمم وطرق حامد الزمالك أخد الكون فدرالية فيه تلت ترشيحات لأفضل لعبة أفريقية الكاميرونية أجارا نشوت لعبة في النرويج أسيساته شوالا لعبة برشلونة الأسباني الجنوب أفريقية ثمبي كاجاتالانا لعبة بيكين فونيكس الصيني دولة تلت لعبات المرشحات أفضل لعب شاب وكنا نتمنى أنه لعب زي رمضان صبحي عمل إنجاز كبير في 2019 وقد منتخب الأولمبي للفوز بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 يكون له حضور لكن الحضور السلاسي لأحسن لعب شابها باشموندس أشرف حكيم المغربي لعب بروسي دورتموند وصاموال شاكويزي النيجيري لعب فيا ريال الأسباني والثالث فيتر أوسيمين النيجيري لعب ليلي الفرنسي تمه الثلاثة من الدوريات الأوروبية يعني هو لو اختاروا أحسن ناشئ في داخل القارة ممكن هو طبعا يكون موجود بقوة برضو وفقا للإنجازات أحسن مدرب يتنفس عليها الجزائري جمال بالماضي مدرب الجزائر بعد ما فاز بكس الأمم أليو سيسي مدرب السنغال لأنه تآهل بيهم للنهاي التونسي معين شعباني لعب مدرب التراجي اللي فاز مع التراجي الدولة الأطبال أفضل مدربة لفريق سيدات في أفريقيا الكاميروني ألان ديومافا مدرب الكاميرون الجنوب الأفريقية ديزي أليس مدربة جنوب أفريقيا والسويدي توماس دي نيربي مدرب منتخب نيجيريا السابق المنتخبات الأفضل برضو ليهم حيثيات يعني الجزائر بطل كاس الأمم منتخب مدغشقر لأنه كان مفاجئة كاس الأمم وفي أول مشاركة ليه وصل لغاية كان محترم جدا الأدوار المتقدمة والسنغال لعب فاينال فربما يكون الجزائر بالمنطق طبعا بطل كاس الأمم يكون له الأفضل لعب يكون لحظوظ كبيرة جدا الجزائر في الجواز الكاميرونيجيريا وجنوب أفريقيا دي المنتخبات المرشحة للفوز بكرة القدم النسائية دي أخبار حفل الغد إن شاء الله اللي حتستمتعوا به من خلال الغرداء واللي مصر من خلاله بتقدم لوحة فنية وقدرات هيلة جدا على تنظيم حفل نتمنى إن شاء الله يخرج بالصورة اللي بتليق بقيمة مصر وقدراتها التنظيمية العالية